صدام حسين زاير بيتكم في مرة من المرات اي نعم هاي بالحرب الواحدة تسعين يعني اكو باور اكو لا والله يا أستاذ جلال اقسم لك بالله الرجل للأمانة الله يرحمه يعني مو موضوع اني اتقوى بي او هو يعرفني لا والله انا احشي لك الحادث يعني بس رئيس الجامعة اللي كان مالي مكانا الصح تمدت لي هاي المعلومة ميل لك يعني اي ماذي والله فعلا تترجعيت بي يعني ما ادري اي مصادر الخاصة على اي اتحاد حقيقة في الواحدة تسعين كان القصف موجود والضرب موجود وكان بقساوته فاني كان تدرح نحن كان في ذاك الوقت كنت عميد موحد لدار التقني يعني وبغداد فكان واجب ما عدنا ذاك اليوم كان واجباتنا بين يوم 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 نبات بالمقرات ويوم نرجع لبيوتنا فكنت راجع البيت ساعة بالثمانية ثمانية وشمية شتا طبعا تذكر انت الحرب 17 واحد فهذا الكلام استاذ جلال يعني خلينا نقول عشرة اثنين ثمانية اثنين بهالحدود شباط فعدنا مولدة خمسة كيفي فاني يعني جاي للبيت كنت لك مرتاح مريح وهذا فاسمعت الجرس ديك فأتي لي ذاك الوقت اغلب العوالي طالعة بره بغداد والشارع مان فهو شايفين ضوايات ببيتنا نبستش على ضوايات خمسة كيفي فطلعت فتحت من الشباج قلت منه يعني خافه يا عمود خاف متعرف منه جايك بها ضلاق قال احنا يا عبا احنا هذا الصوت سامعة اطلع ما اطلع فتحت باب المضيف يعني غرفة الضيوف فطلعت وانا اقلقى صدام حسين اقبال يعني جاي مدخل سيارته مرسيدس بيضة ويا ارشد الياسين مرافق بس والسيد الرئيس كان لابس البلوزة هاي ماتة ما كل عسكرية والبنطرون شهاد النطاق عليها ماكو معرفة سابقة يعني لا انا ما شايفه ولا شايفني هو ما يعرفني وانا ما اعرفه فطلع قلت له منه صدام حسين قال يا فانا صدام حسين فتدي حرب وقصف والدنيا واضحة شهاد نفسيتها يعني كل شيء هذا فشبكت بوقت تبا ووصلة وضرب على شتفيش مرتين ثلاثة قال لي هلا قال لي منه انت يا به قلت لاني دكتور محمد عبدالعان عم قال لا اعرف اعرف بس اخوتك هنا انا الوليداتي هنا على اخوتي نزار اخويا وكريم اخويا كانوا بالدار الهندسية بالدوان الرئاسة ونفذوا هاي المشاريع الرئاسية كثيرة فاللهر هو يعني ما اعرف فقلت لاتفضل سيدي تفضل فدخلت ابو رفت الخطار قعد قال نبعد هنا بالزاوية عدنا كان اكثر من مجال نقعد بي يعني مثل هذا فقال نبعد هنا حتى نكون قريبين قعد فقلت لاتسمح لي سيدي دابلغي هل ترى ما يدرمش في المباعج يعني بس وياك صريق فرجعت كان ابويا مستلقي يا الله يرحمه والدتي قاعدة فقلت له ترى صدام حسين جوا قاعد قلت له تخروف جاب صدام حسين بالليل لبابا قاعد هيات الرجال قوموا سيد الرئيس قاعد قام يرقدون صعدة اخوتي فوق يعني المزوجين وشقق قاعدنا فوق نظام بيت كبير كان عندنا منصور الله يحفظه كل واحد عنده شقة متكاملة وجوا بيت العائلة فصعدة وركض سيد الرئيس جعت عادية من سيد الرئيس قاعدت فجو الحجي والحجية ونزدوا اخوتي سلموا عليه هو عارف وين جاي يعني باك ذاك الوقت تيدي كانت وظروف صعبة فمن دخل هو من دي يقول لك اعرفك اعرفك يعني لا قلت تمني يا با ما شايفني ويعرف اخوتي يعني ما شايفني ها يعرف اخوتي لين يشتغلون بالدائرة الهندسية ويما مشاريع الخاصة فقلت تمني يا با قلت لاني اخوه متشبير يعني دكتور محمد اخوه متشبير كذا كذا فعقل اهنه السلام فشو وقته وهذا فقعدنا عندنا فاثناء اللقاء قعدنا جتي الحجية الله يرحمها والحجية الله يرحمها وجوه اخوتي وكذا فبوقت انقصفت قيادة القوات الجوية اللي بالمنصور اللي يم المحكمة محكمة الكرخ فكان العصف كبير بحيث هذا البرد البراد ينضربه تيجبلها ورجعت هذا الرجل الله يرحمه عينه ما رفت انا قاعد استاذ جلال مثل ما انت واني واخوتي والحج والحجية هنا من تنمين يعني مكان صغير فحتى طلعت شفت ارشد شان واقفناها ما قاعد ماذي ارشد كان طيبة وتفوفها ماذي الله يرحمه فقال لي ترى شلنا بواجب بالجنوب ورجعنا الان حتى ما ما كنا السيد الرئيس فرحت قلت لسيدي السيدة ابن عرب وابن عشاير هل موجود ناكن وتعيش مع عباد قال لا والله ما نفس ما اليه فجبنا فوق كبير اجراءات الامنية ما عرف والله جيبنا برتقال والالنقي وتفاح لهو عنده حس الامن يشتغل يعني بسمع الرجل يقول والله ما علي نفسها كل ضهجة من جنوب شان وابواجب فقعدنا صار حديث عام وصوالف وهو الحجية والحجي والولد بعض الشغلات قال لي دكتورة دستيلك سوال باوا علي قال لي شون الوضع الشارع قلت له والله سيدي يعني العالم هذا الحرهب والقصف وان شاء الله الله ينصبنا عليهم قال شون شايف الوضع انت الآن سكتت آني قال لي حجي حجي قال سيد الآن نقسم لك الناس لث أقسام منهم من يحب العراق ويحب كذا وهذا الاحتلال والقصف بغض النظر عن انتماء الحزبي أو كذا قلت له جون الناس مدنيين ما لهم علاقة واططوعوا وقاموا ينزمون خفارات وشالوا اسلاح ويفترون وكذا وكذا وما لهم علاقة بالحزب وذول وطنيين بغض النظر والحزب جزء من الوطنية يعني وقسم الآخرين يعني حقيقة يعني انتماءهم ووقفهم متشنا نتوقعهم هالفئة الثانية داعشي قلني شون يعني قلت له سيد يعني قسم مثلا شان بالواجبات يتأخر أموره متلكة بس من صارت الحمسة من قلت الوقت والدقة يوم يوم قابلنا حتى ما يقبل يطلعي والعمة هاي حرب لازم يعني موجود قلوا الفئة الثالثة سكتت نص دقيقة قالوا سكتت قلت الفئة الثالثة المستفيدة اللي أخذوا سيارات ومواقع وأراضي وأخذوا شغلات ومستفيدين من كل شي ذو اللي وقفوا ورا دنقة صب ساعة يطلع رأسه إذا الوضع زين مدراسة لا ولا الوضع هذا ختل تشوفه يجي نص ساعة يلف مثلا بدأ القصف بدأت الشغلات اختفى هذا لا هو هيش حتى يضيبين نفسا أنه متواجد وهذا شنو كرت فعلي أو شجاوبك وأول شي سوى هاي الحركة استمعني طبعا سيد رئيس الله يرحمه مستمع من الدرجة الأولى صفا ليش علي قال دولا منه لا الله سيدي قالش قد عددهم قلت له قليلين بس دولا المستفيدين من النظام بشكل عام مدير عام بضع واقع معين موقع معين ولا يختل ويطلع يختل ويطلع كل ما يشوفه كما جاء الغمان ظهر كل ما صارت شوية اشتدت حمسة من هزم فهه يقول لك رأس ورأس بس تكون الناس نامت بالشوارع ولا لها علاقة ولا لها موقع ولا لها استفادة يمكن خطيئة مو عنده كل شي سكة السيد الرئيس الله يرحمه دقيقة ورونس قال لي شوف دكتور أردح شوياك طبعا بلتنا كان عندي راديو أستاذ جلال صغير ترانزيستر حاطة بغرفة العائلة ده أسمع تسمع أخبار على مونتي كارلو يقول بعد قليل أو بعد ساعات سيبدأ الهجوم البر تمام رسائل مونتي كارلو كانت بالضبط فالسيد الرئيس الله يرحمه سمع قلت له سيدي 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 سيبدأ الهجوم البر ضحق قال الشر اللي قال لي عساهم ما يهجمون شو شو على مواقعها على 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 محطات كهرباء ما هي إلى آخر قال كل هذا أعيده بسنة وحدة وأنا أعيد أهدي بس بشرط قلت له شنو قال لي هذا قال لي سواعدكم وقوتكم وأفكاركم وابداعات العراقيين إذا بقوا متماسكين ارجع العراق أحسن ما كان عليه الجسر اللي انظره بيرجع أفضل مقابول والمبنى اللي انظره بترجع أفضل مقابول قالوا خلال سنة سنة ونص قال لي كل العراق رجع بس المهم أنه لا العقل العقل البشري أريد تحافظون على مبادئكم حبكم للوطن حبكم للبلد هذا العراق العراق العظيم كذا وتحدث وقلت له والله يا سيدي إدرسدن بالحرب العالمية الثانية صارت أرض عدلة الحلفاء من ضربوها بس أعيدت كمدينة بعقول بشرها فلذلك قلت له الحفاظ على العقل ورعاية العقل وتوفير البيئة إليه أعتقد بالله يا سيد الرئيس الله يطيك العافية بوقته والله لا يعيدون العراق أبضل المكان قالوا ستشوف وأواعدك بهذا الكلام بعد انتهاء الحرب قال الحرب حتنتهي شهر سبوع سبوعين ثلاثة قال لح تنتهي هذه القصة مع الدولة قال لعدهم حفلة وسووها وعرفان يشيدون يسوون يكسرون يحطمون ويدمرون عقول العراقين بس ما رح يقدرون ورح يشوفون شونا رد عليهم الثقة اللي كان يتكلم بها صدام حسين ثقة تطيق فالطاقة إيجابية بذاك اليوم القصف في شتغل والقصف في الضرب وهو كاعد مرتاح وديسولف وكأنما الرجل يعني عنده مستقبل يشوفه أمامه وفعلا حملة عادة العمار الأستاذ جلال اللي صارت وراء الحرب شفت حضرتك وسمعت جسره بالطابقين والبنام المبنتين وطور العراق بجهود المهندسين الجامعة الأساتذة وزاعة الصناعة التصنيع الزراعة تشوف كل تلسلنا نشتغل بحيث يجعنا توجيه من الرئاسة يقول إذا عندك حاجتين مضروبة أو مكسورة جيب الزينة مننا زينة مننا سويليها وشغليها فقمنا نشتغل بالبدائل نشتغل بالابتكار نشتغل بالتفاعل وفعلا سوينا شغل وبنينا جامعات وأسسنا وسوينا كل من البدائل مننا كانت موازنتنا ممنوع التصدير استيراد ممنوع حتى قناة الرصاص وغادر البيت أي تقريبا بالساعتين تقريبا قعد وسؤالة في بعض الحاديث هو إذا اختار البيت لأنه كانت أضوية معلوقة بي يعني والله معروف بس هو يعني يشوف ذاك الوقت 3-4 منطقة بالمنصور فارغة ناسها طالعين منحافظات يجي البيت ويدخل السيارة أرشد ويسد الباب مع القراج ويسيارة مرسيدس بيضة بالقراج وهذا صدام حسين يعني يجي البيت ما يعرضوا له منه أهله منه لاسه شمدري يعني هاي دنيا يعني فما يعني بس أتوقع يعني كان عارف وين يجي لي أنه يعني أتوقع كان عارف وين شكرا